اشتركوا في القناة يردون بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية وقطع الطرق والجسور نتابع في الزمان قيود جديدة في أوروبا وتجاوز حصيلة إصابة كورونا بالعالم ثلاثين من هنا عنوانات القدس العربي مصادر حكومية كويتية رفض التطبيع موقف ثابت لم يتغير في عربي واحد وعشرين اضرام لاري في مقر للحجد الشعبي جنوبي العراق عنوانات العرب اللندنية المالكي يخفق فيقناع إيران بدعمه في الانتخابات المقبلة في موقع الترعي راق اطلاق مشروع خط سكك حديد بين الموصل وتركيا في الجزيرة نت تظاهرات غاضبة في مدن وقرى نصرية والأمن يتدخل لتفريقها ما أن تهدأ موجة الصخب المثارة عن تفاصيل جريمة قتل في العراق حتى تبدأ موجة جديدة وتتابع تداعيات فصل جديد في الفصول العنف في هذا المجتمع المكلوم والمجتمع العراقي لا يختلف عن بقية المجتمعات التي تشهد جرائم عنف وقتل ولكن المختلفة في هذا الأمر أو ما يمكن أن نطلق عليه الخصوصية العراقية هي ارتباط الجناء بالسياسي بشكل أكبر وأكثر وضوحا في مجتمعات كثيرة بشأن الاغتيالات في العراق كتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي فلنتابع شهد العراق بعد 2003 تصفية الناشطين السياسيين والفاعلين الاجتماعيين بعمليات الاغتيال بأسلحة مجهزة بكواتم الصوت فبات أي شخص غير آمن على حياته في ظل هذه المستجدات إذ ربما يفاجئه منفذ الاغتيالات في بيته أو في الشارع أو في ميدان عام وأمام كل الجموع المحتشدة تنفذ عملية تصفيته من دون وجل أو خوف من اكتشاف الجريمة ولم تكشف الأجهزة الأمنية والقضائية الحكومية عن أي قاتل قام بتنفيذ عمليات اغتيال طوال العقدين الماضيين ما جعل أصابع الشك تتوجه إلى الحكومة والطبقة السياسية وأحزابها باعتبارها شريكا في عمليات القتل أو على الأقل مدلسا عليها الجرائم الجنائية في العراق كالقتل والخطف والاغتصاب والسرقة كانت تلاحق بين حين وآخر ويتم كشف الجنات وحتى عرضهم في برامج تلفزيونية وهم يدلون باعترافاتهم في بعض الأحيان لكن حتى هذه الحالات طالتها شبهات الفساد فيما أشيع عن صفقات قدرة يتم فيها الاتفاق مع الجنات على تسريبهم أو تسهيل هروبهم مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع كريشا للأجهزة الحكومية المسؤولة هذا الأمر سهل انتشار الجريمة انصبت سيلة المعلقين على جريمة قتل الشاب شيلان على نقطة محورية مفادها لماذا كشف هذه المرة بسرعة فائقة عن الجاني؟ بينما جرائم قتل الناشطين مرت عليها سنوات ولم تظهر تحقيقاته أي نتائج ولنتذكر آخر من تعرض للاختيال من الشخصيات الفاعلة هو المحلل السياسي إشام الهاشمي الذي أمطرته مجموعة مسلحة بوابل من الرصاص أمام باب منزله قبل أشهر وقد سجلت الكاميرات كاميرات المراقبة الحدثة كاملا ووعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالكشف عن الجنات ومتابعة الأمر بشكل شخصي وهي الأشهر تمر من دون أن يكشف عن الجهة التي نفذت الاختيال في ظل نظام اعتقد المواطن المغلوب على أمره وفي ظل مؤسسات أمنية كان يفترض أنها في خدمة الشعب ما زال بعضهم يعتقد بأنه يحمل تراخيص لإدلال الناس والحط من آدميتهم هؤلاء الناس كانوا يريدون مسؤولين يعبرون بالبلاد من عصر الفساد والقمع إلى عصر الحريات ووجدوا أمامهم مسؤولين يريدون إعادة العراق إلى زمن القرون الوسطى وأن نبقى جميعا نعيش عصر الشعوب الخانعة التي يحكمها عسكر مستبدون يحتمون بدبابات الجيش اليوم علينا جميعا أن ندرك الاستقرار لوطن يمارس فيه الجلاد وظيفته بقوة القانون وعلينا أن نقولها مرة ومرتين وإلى ما لا نهاية إن الجلادين ومن يقوم بحمايتهم يجب أن لا يفلتوا من قبضة القانون هذا ما جاء في مقاله للكاتب علي حسين في صحيفة المدى اليوم ونحن نقرأ خبر محاولة وزارة الدفاع تهريب جميل الشمري المتهم بمجزرة الناصرية فإننا نجد أنفسنا أمام عملية ممنهجة لاستعادة ممارسات التسلط على الناس في العام الماضي وأثناء ولاية عاد العبد المهدي جرت وقائع وأهداث كثيرة أعادت إلى الأذهان أساليب القدث والخطف التي تمارسها الحكومات المستبدة سيقول البعض إن هذه حالات فردية متناثرة هنا وهناك ونقول إنها رسائل رعب أرسلتها الجهات الحكومية لكل من يختلف مع نهجها التسلطي ولهذا لن يكون مفاجئا أو غريبا قرار عاد العبد المهدي بالسماح لجميل الشمري بعد مجزرة الناصرية أن يتبختر داخل وزارة الدفاع ماذا تسمي مثل هذه التصرفات؟ البعض سيقول غباء وأنا أسميها تسلطا واستبدادا حين يعتقد من تسلم مناصبهم بالصدفة أنهم قادرون على إرهاب المواطنين ظلت الناس تنتظر أن ترى أمامها مسؤولا يتعامل على مسافة واحدة مع الجميع مسؤول شعاره العدالة أولا لكنهم وجدوا أنفسهم أمام عقليات خربة تتعامل مع المواطن باعتباره عدوا وعميلا يجب اجتثاثه وأضاف الكاتب علينا أن ندرك جميعا أن لا عدالة مع هكذا مؤسسات أمنية ولا استقرار مع قوانين عرجاء ولا مستقبل لبلد يقوده مسؤولون يرون الجريمة وينكرونها وكأنها لم تحدث ليس هناك قدر يحتم على البشر أن يتحولوا إلى ضحايا لوحوش بشرية لكن أنظمة القمع والاستبداد والتي تصر على النبطة أسرى لجميل الشمري ورشيد فليح ومن قبلهم مهدي الغراوي الذي خرج مثل الشعرة من العجين بحسب تعبير الكاتف في قضية سقوط مدينة الموصل والتي سجلت في النهاية ضد مجهول أجهزة أمنية إذن تعيش على وهم القوة وعصر السجون المخيفة وزنازين الموت بكرت مصادر سياسية في بغداد أن جهود زعيم اتلاف دولة القانون نوري المالكي في حجد الدعم الإيراني لإقرار صيغة الدائرة الواحدة في كل محافظة ضمن قانون الانتخابات قد باءت بالاخفاقة وذلك في ظل تمسك الزعيم الشيعي مقتدى صدر والقوة السياسية السنية بصيغة الدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة التي سبق البرلمان نقر إطارها العام ولكن من دون جداول تفصيلية فلنستمع شاهدين إلى جزء من تقرير لصحيفة العرب اللندنية بهذا الشأن قالت مصادر سياسية في بغداد إن بند الانتخابات وقانونها كان من بين أولويات زيارة المالكي إلى إيران موضحة أن جهود زعيم اتلاف دولة القانون في هذا المجال لم تتكلل بالنجاح وتشير المصادر إلى أن الإيرانيين رفضوا إعطاء المالكي وعدا بأنهم سيتدخلون في العراق لإعادة العمل بصيغة اعتبار المحافظة دائرة واحدة ويقول المراقبون إن إيران لا تريد المزيد من شعور الشارع العراقي ولا سيما الشق الشيعي منه بالغضب إزاءها بعد أن كشفت تظاهرات أكتوبر عام 2019 حجم التراجع الكبير في شعبيتها داخل هذا البلد المجاور ويعد المالكي وهو رئيس وزراء العراق لدورتين بين عامي 2006 و2014 أكبر المستفيدين من القوانين الانتخابية خلال عمليات الاقتراع السابقة إذ كانت دوما تبنى وفما لقياسات مشروعه السياسي لذلك حقق نتائج ليست واقعية في انتخابات عام 2010 و2014 قبل أن يتلقى صدمة كبيرة في انتخابات عام 2018 التي خسر خلالها ثلثين مقاعده تقريبا بسبب اعتماد قواعد جديدة في الاقتراع ومنذ شهور يتحرك المالكي لتلافي تكرار خسارته خلال الانتخابات العامة المقبلة يدرك المالكي أن تعدد الدوائر ضمن المحافظة الواحدة سيقضي على آماله في العودة إلى واجهة المشهد السياسي من باب مجلس نواب المقبل وذلك لأن جمهوره موزع بين مختلف المحافظات الجنوبية ويقول الفريق المقرب من المالكين مجلس النواب الحالي أقر التعديلات الجديدة في قانون الانتخابات تحت ضغط الشارع بعد توافق سياسي على امتصاص موجة التظاهرات الأولى من دون نيات حقيقية في اعتمادها في غضون الاقتراع منذ هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2011 تحولت مقولة عدم التفاوض مع الإرهابيين إلى أسطورة شائعة لا يجر أحد على مناقشتها قضا عن التشكيك بجديتها وصدقيتها بحيث يتهم أي شخص أو جهة تطالب بالتفاوض مع من يوصم بالإرهابي بتسويغ الإرهابي أو دعمه أو مساندته وعندما أبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقا مع حركة طالبان طالبان المصنفة منظمة إرهابية في التاسع والعشرين من شباط عام 2020 تهاوت أسطورة عدم التفاوض مع الإرهابيين من دون أن تخضع هذه الأسطورة للجدل والإدانة بل إلى النقيض من ذلك أوصفت هذه الصفقة بالاتفاق التاريخي لإحلال السلام هذا ما جاء في مقال للكاتب حسن أبو هنية إن الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان لا يعني الفشل في أبغانستان فقط بل يدل على فشل الحرب على الإرهاب التي تم شنها غداة أحداث الحادي عشر من أيلول والتي شاركت فيها دول من مختلف أرجاء العالم أوروبية وعربية وإسلامية وبحسب آلان جريش فإن هذا الاتفاق يؤكد حماقة العبارة التي تكررت على مسامع الجميع حتى الغثيان لا تفاوض مع الإرهابيين فالأرجح هو أن الانسحاب الأمريكي يعني تسليم البلاد لطالبان وهو ما اعترف به مؤخراً الرئيس دونالد ترامب أي أننا سنعود إلى الوضع الذي كنا عليه قبل شن الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب فلا أحد يصدق أن حكم كابل سيدوم وقالت كريستين فير الخبيرة في شؤون جنوب آسيا من جامعة جورج تاون لنكن واضحين هذا ليس تفاوضاً بشأن السلام هذا يتعلق بخروج الولايات المتحدة من البلاد لم تتخلى حركة طالبان عن خياراتها الأيديولوجية وهي تؤكد على التمسك بنهجها التاريخي بعدم الإيمان بالدستور الأفغاني والعملية الديمقراطية إن الاتفاق بين الحكومة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية الذي جاء بعد تسع جولات من المحادثات لا يعبوا بمصير الحكومة الأفغانية مع رعاية واشنطن للاتفاق بين طالبان والحكومة فقد ركزت الاتفاقية على إنشاء جدول زمني لخروج كل القوات الأجنبية الموجودة حالياً في أفغانستان وإلزام حركة طالبان بمنع شن أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة من داخل الأراضي الأفغانية نشر الصحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحية عبرت فيها وعدت فيها أن رئيس دونالد ترامب قد ضرب سمعة الولايات المتحدة في العالم خلافاً لما يقوله ترامب في تجمعات الانتخابية على وفق الصحيفة لأن أمريكا كسبت الاحترام من جديد فإن سمعة البلاد ورئيسها ومكانته في العالم قد انهارت في عيون أهم الحلفاء منذ عام 2017 بحسب ما جاء في الصحيفة الأمريكية أظهرت دراسة مسحية أجراها مركز أبحاث بايو في 13 دولة ديمقراطية نتائج يجب أن تفتح عيون الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء إذ كشفت عن تراجع النظرة للولايات المتحدة ولأدنى المستويات في السنوات العشرين الأخيرة في بريطانيا وفرنسا واليابان وأستراليا وهولندا والسويد ولم تظهر مواقف إيجابية من الولايات المتحدة إلا في دولة واحدة وهي كوريا الجنوبية التي عبر فيها 50% من المستطلعة آراؤهم عن مواقف إيجابية ومن أسباب التراجع الكبير بمكانة أمريكا تعاملها مع جائحة بيروس كورونا المستجد فالموقف الدولي العام هو أن أمريكا عالجت الأزمة بطريقة سيئة وقال ما متوسطه 85% من المستطلعة آراؤهم في الدول التي شملتها الدراسة إن أمريكا عالجت الجائحة بطريقة سيئة وقال 15% إن أمريكا تعاملت مع الفيروس بطريقة جيدة أو نحو ذلك هذا قد عدى تقرير واشنطن بوست أن إصلاح هذا المشهد سيكون مهمة صعبة حتى إذا رفض الناخبون ترامب في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر المقبل نشر صحيفة أبزيرفر بريطانية مقالة لكاتب سايمون تيزدال قال فيه إن العدالة وابناء أقلية روهينغا المسلمة أكبر الخاسرين في لعبة الحرب الباردة الجديدة في أسيا ووضح الكاتب في مقاله أن الاضطهاد والتطهير العرقي للمسلمين الروهينغا في أولاة آراكان بنيانمار هي إهنة لحكم القانون وجريمة موثقة بشكل دقيق وبحسب محام كبير في القانون الدولي فهي لطخة أخلاقية في ضميرنا الجمعي والإنساني والسؤال هو عن استمرار المذابح بدون معاقبة المرتكبين لها بحسب الكاتب الذي أضاف بالقول إنه سؤال له عدة أجوبة محتملة فربما كان وضع ميانمار أو بورما السابقة المعزولة والفقيرة سببا في عدم ظهور حملة دولية مستمرة ففي ميانمار كانت بريطانيا الإمبريالية قبل قرن من الزمن واليوم الصين الإمبريالية التي لا تهتم بحقوق الإنسان في الداخل والخارج على السواء بحسبه وفي قلب لغز ميانمار تقع قوة قمعية لا أحد يستطيع وقفها وهي تاتمادو منظمة القوات المسلحة التي تتسيد الحياة الوطنية رغم العودة الإسمية للديمقراطية عام 2011 فالهجمات التي نفذتها ضد المسلمين الروهينجيا في الفترة بين عامي 2016 و2017 وقتلت الآلاف وهجرت ثلثين مليون مسلم إلى الجارة بنغلاديش صدمت العالم لكن أحدا لم يحاسب المسؤولين عن تلك الجرائم وحذرت ميشيل باشليت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن الجيش البورمي بدلا من وقف المذابح فإنه استأنف عمليات قتل وخطف المدنيين في أراكان وولاية تشين بدون خوف من المحاسبة وتكشف صورة ارتقطتها الأقمار الصناعي أن الجيش قد جرف بلدة الروهينجيا واسمها كانكيا والتي أحرقت قبل سنوات ومحي اسمها مع قرى أخرى من أجل محوي وجودها من الخريطة في إطار عملية التستر على الجريمة وفي الوقت نفسي لا تتجر أمريكا ولا حتى الدول الأوروبية على التشدد في مجال حقوق الإنسان خشية خسارتها فرصا تجارية أو ورقة نفوذ في هذه الحرب الباردة الجديدة في آسيا أفاد باحثون بأن خلايا دم البيض البشرية المعروفة باسم كريات الدم البيض تسبح باستخدام آلية موصوفة حديثا تسمى التجديف الجزئي ويمكن لآلية هذه السباحة دقيقة أن تشرح كيف تهاجر كل من الخلايا المناعية والخلايا السرطانية في المنافذ المختلفة المليئة بالسوائل في الجسم وقد طورت الخلايا استراتيجيات مختلفة للهجرة واستكشاف بيئتها داخل الجسم فعلى سبيل المثال يمكن أن تسبح خلايا الحيوانات المنوية والطحالب الدقيقة والبكتيريا بأحداث تغييرات في أشكالها وباستخدام ملحق خيطي شبيه بالذيل يسمى الصوت وقال مصباح أن النظر إلى حركة الخلية يعطي التوهم بأن الخلايا تغير أشكال أجسادها مثل السباحين وعلى الرغم من أن الكريات الدم البيض يعرض أشكالا ديناميكية للغاية يبدو أنها تسبح في وضع سباحة الصدر أبقى لها المشاهدين مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية موسيقى 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 المترجم للقناة وفي نهاية جولتنا الصحفية لهذا اليوم أتقبلوا تحياتنا غدا بإذنه على صدق أقلام جديد من الرافدين في رعاة الله